مريرا نسد العين السليمة مريرا نسد العين السليمة واصفة الـ Eye Fudge الموجودة عندنا ونجعل الـ Amblyopic Eye سنبدي بها التمرير فهذا بالنسبة للجهاز نبدأ بالمرضع وهو الديسك أعلى ونخطط بالألياب والأسوأ ونختار واحد من الألوان هو يختارها الطفل حتى تكون متأكد للقصل حتى يبدأ هو الكمارين هناك سهم مكتوب على الـ Start وفي الأخير الـ End فنحن ريت القصل يبدأ من الـ Start ويفوت من خلال هذه الفتحات ويوصل لنا إياها إن شاء الله إلى أن توصل إلى الـ End إلى أن توصل إلى هذه الـ End تحسن الديارة تحسن الـ End تحسن الـ End هذا الفحص يستمر إلى 1 مرة إلى 2 مرة أقل من الـ End لأنه هو الطفل يكون مثلاً بـ A-Walt مو هذا كالفلشبور بحيث يحتاج أنه يطول أكثر من 1 مرة هذا بنسبة للدسك الجدير بعدها نخلص هذا الدسك ثم نشيل المربع ونرجع على الدسك الذي هو أخف الخطوط مالتا وهم نخليه وهم نرجع في هذا الشكل نسحنا المربع بالتينس المرطب حتى تروح الألوان وهذا نبدأ بالمربع الذي يكون نروى أكثر من اللي قبله فأبدئ المربع المربع وهو الدسك السادس الخطوط تكون أربع فتلاحظون أنه إن في الحركة همنا صارت أبضل يحتاج الـ Concentration بالنظر حتى كلنا نصوي المربع الآن الضبط اللي سيعتبرها في اللعبة على الواهز يشوفوا إياه أطفال بالعيادة أو حتى لو واحدة رح يشوف ألوانها من لونها وياها الدسكات رح يشوفها بعد شيء أثرت ونرجع عن الأيد هذا بنسبة للدسك السادس ونشيله والدسك الأخير اللي هو أرفع خطوط عندنا الآن نبدأ بالدسك الأخير اللي هو أرفع خطوط عندنا بذلك نفس الفكرة الآن بالنسبة للدسك الثاني اللي هو بالنسبة للدوائر الدوائر نفس الفكرة بيها Start و End بس لها احتمالية أنه الطفل يسويها قريب لأن الطريقة الأولى مثل اللي قبل نبدأ بال Start نبدأ بال Start هنا نبدأ بال Start ستكون قليلا أصعب لأنه لازم يفوت بالأصغر دائرة اللي بيها End بضابط هي تشيله نحن نشوفها وين الدائرة اللي بيها End نريدها يدفل هذه الدائرة اللي بيها End من خلال الفتحات هذه الطريقة الطريقة الثانية شنو؟ نحن نلون السيرتلز الدائرة نلونها باللون مالتنا بس الطريقة اللي نفوت بيها بال Start وننتجي بال End بيها هاي الألوط الانسيريشن يكون بيها أقوى طبعاً ناخده كل full examination من قبل التمرين وناخد ال VA قبل الاكسرسايز ورا الاكسرسايز لازم ناخد ال VA مرتفاني يجي ال patient الأفضل اليوم نشوفه اليوم انه يعيد التمرين في روح هاي الفترة ما يحتاج انهم يسوي اقلوجين ترابي بالبيت هو يقدر يجي احنا يوميا إذا احنا نضمن انه هو راح يجي يوميا نسوينا هذا الاكسرسايز يمنى يوم على يوم احنا ورا 3 يوم يعني 3 مرات من الاكسرسايز يمنى راح نعيد ال VA اذا ما شفنا اي مرتفع بعد ما يحتاج يكمل ويجي نخليه على الاكسرسايز اذا يتقبلها او لا يتقبلها ونبشي بالطريقة مالذة الاعتيادية بس اذا ثلاث مرات اجي وشفنا اكسرسايز يستمر يستمر احنا دايلي بعدين نسويه اياه ويكلي اذا شفنا انه وصل ال VA صار عنده one line او two line انظر نسويه اياه حسب بي احنا مقدرة يعني كل اسبوع مرة كل اسبوعين مرة كل شهر قرره وانتابعة نسويه اياه وانتابعة نسويه اياه وانتابعة شكرا